موسيقى بضع عقود مرت على انطلاقة بث التلفزيون الاردني استطاع خلالها ان يرسي قواعد الشراكة في البناء والعطاء ويكون الشاهد المرئية والموثقة بصوت والصورة مراحل من انجاز الدولة الاردنية التي نهضت من جديد بعد نكسة عام 1967 حيث كانت اجهزة الاعلام لاعبا اساسيا في هذه الحرب وكان تفكير الحسين رحمه الله وحكمته قد سبكت نكسة 67 فقد بدأت تفكير والتخطيط لانشاء محطة تلفزيونية اردنية منذ العام 1964 حتى اكتملت جميع التجهيزات وقد تم ارسال مبعوثين من الاردن للتدريب على عمل التلفزيون الى دول غربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا 1971-72 فصلنا قناتين قناة الاولى اللي هي كلها بالعربي وقناتين كانت اول محطة قناة اجنبية اخبار بالانجليزي اخبار بالعبري اخبار بالفرنسي فكان التلفزيون الاردني خلال هالفترة هذه يعني من الرواد بالفكر وفي البرامج ما ننسى البرامج يعني ان التلفزيون الاردني هو كان الاساس تبع الدراما الاردنية عام 1968 انطلقت تلفزيون الاردني وبداية البث للتلفزيون الاردني الذي ولد على يد مؤسس التلفزيون الاستاذ محمد كمال حيث اعطى الملك الحسين بن طلال اشارة البدء لانطلاق البث ليكون الاردن من الدول الرائدة في البث التلفزيوني مسيرة التلفزيون الاردني مسيرة طويلة هي مسيرة مؤسسة وطنية شكلت منذ انطلاقتها منارة اعلامية وكانت المدافع عن قضايا الوطن وتطلعات قيادته وانجازات شعبه التلفزيون الاردني حقق حقيقة نقلة نوعية وقسة كفاح وتطور منذ انطلاق التلفزيون الاردني شاشته منذ عام 1968 حيث حمل رسالة الدولة الاردنية بكل كفاءة واقتدار من خلال منظومته البرامجية والاخبارية والهندسية المتطورة والتلفزيون الاردني الذي تعكس شاشته على الدوام قيم الدولة الاردنية بمأوية الثانية تم رفض التلفزيون الاردني بأحداث التقنيات الهندسية والتقنية وتم اعداد الكوادر البشرية الاردنية ليصبح التلفزيون الاردني مدرسة وجامعة بالكفاءات التي عملت لحقا في عشرات المحطات التلفزيونية العربية والعالمية مضت مسيرة التلفزيون الاردني مع مسيرة الاردن العظيم بقيادته الهاشمية وابناء الاردن الاوفياء لرسالته فكان عين الوطن وشاهدا صادقا على اعلاء صروحه ومؤسساته فهنا الانتاج التلفزيوني داخل اروقته واستوديوهاته وهنا عين الكاميرا ترصد جماله ومفاتنه وتؤرشف لتراثه وحاضره حيث اولى جلالته جل اهتمامه بالاعلام الاردني في مختلف الجوانب وكان للتلفزيون الاردني النصيب الاكبر نموا وتطورا تقنيا واسهم التلفزيون الاردني في نقل صورة الاردن الوثاب للغد امام التحديات الجسام في الاقليم والعالم ولعل اسهاماته عبر جائحة كورونا في استدامة العملية التعليمية والتربوية باطلاق ثلاث قنوات تعليمية بوقت قياسي وسام فخر على صدره خصوصا وان الانجاز تم بسواعد ابنائه وترجمة للرغبة والامر الملكي السامي وبات الحيز الفضائي للتلفزيون الاردني يحمل شارة خمس محطات القناة الفضائية الاردنية التلفزيون الاردني القناة الرياضية الاردنية درسك درسك واحد درسك اثنين